كشفت مصادر صحفية أن محافظ عدن أحمد حامد لملس وجه بنقل المصاب الإعلامي محمود العتمي إلى مستشفى خاص وتحمل المحافظ كاف التكاليف العلاج مع أمر بوضع حراسة مشددة للعتمي وأكد أنه سيتم نقله للخارج إن قرر الإطباء ذلك وكان العتمي أصيب بإصابات بالغة في الاستهداف الإرهابي الغادر الثلاثاء في عدن بانفجار سيارته العائلية بعبوة ناسفة شديدة الانفجار وضعت أسفل خزان البنزين في السيارة وأسفر الاستهداف عن استشهاد زوجته رشا وجنينها حيث كانت حاملا في الشهر التاسع